خلاص وقته ليل جدا ومباراة مصر وأسيوبيا تنطلق الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية مواجهة إن شاء الله تكون بإذن الله لصالح منتخمنا نخلص بدري بدري الحكاية نخلص بدري بدري الحكاية والنتيجة والصعود لكأس الأمم الأفريقية عشان نبدأ نركز على الشغل الفني بقى اللي الكابتن إهاب جلال هيعمله الشغل الفني والتيكتيكي والعناصر الجديدة اللي هنشوفها مع منتخم مصر الشكل اللي احنا نفسنا نشوفه أو نشوف عليه منتخبنا الوطني الشكل الهجومي اللي في كرة حلوة وفي نتائج حلوة الشكل اللي احنا دايما نقول فين أيام منتخم مصر 2006 و2008 و2010 ده هيحصل لما الضغوط تقل الضغوط بتزيد إمتى لما النتائج بتبقى مش كويس الضغوط تزيد لما تبقى عندك عناصر كتير غيبة الضغوط تزيد لما تبقى مش قادر تسيطر على الفريق فنان وتكتيكية الضغوط تزيد لكن إن شاء الله الكابتن إهاب جلال يقدر بعد مباراة أسيوبيا إنه يسيطر على الأمور كلها يبدأ يحط أفكاره اللي احنا عارفينها وعارفين أن هي أفكار ممتعة وفيها كرة حلوة وفيها كرة اسمها كرة إهاب جلال كابتن إهاب جلال من المدربين اللي لما كان موجود في الدورة مع أي فريق كنت تقدر تقول وإنت مغمد عنك لو مش بصص عدكة الفرقة دي فرقة إهاب جلال الفرقة دي بتلعب كرة إهاب جلال عشان كده هو مدرب مميز عارف كلمة مميز دي بتتقال على أي حد بس المميز ده اللي بيعمل حاجة مميزة فالكابتن إهاب جلال في الدورة المصر كان بيعمل حاجات كتير مميزة مع أي فريق دربه عشان كده نفسنا نشوف التمايز ده مع منتخم مصر نفسنا نشوف أداء حلوة منتخم مصر ندعم ونساند ونقول إن احنا عندنا منتخم محترم آه عندنا منتخم محترم بس نقطة مهمة الراجل ده عشان يقدر يشتغل ويقدر يبدع محتاج مساندة حقيقية مساندة جماهرية مساندة من إدارة اتحاد الكرة المصري مساندة إعلامية مساندة من الجميع عشان يشتغل عشان دايما بكرر وبعيد وبزيد ده اسمه مدرب منتخم مصر ده اسمه المدير الفني المنتخم مصر دلوقتي مش هو إهاب جلال أو يعني مش كصة في إهاب جلال الكصة كصة مين مدرب منتخم مصر هو الراجل ده فهنشجع التايتل هنشجع المسمى الوظيفة بتاعه مدرب منتخم مصر ندعم مدرب منتخم مصر لحد ما ربنا يكرمنا إن شاء الله ونعمل نتائج محترمة وكبيرة جدا في الأيام اللي جاية طيب ترجمة نانسي قنقر